اسم الدرس مصادر الأغذية محور التغذية الموضوع مصادر الأغذية الهدف أتعرف مصادر الأغذية أولاً أبحث أسمي وجبات غذائية متكونة من أغذية من مصدر نباتي وأغذية من مصدر حيواني الإجابة مصدر النباتي الخضر والغلال البقول والفواكه الجافة الحبوب ومشتقاتها الدقيق الخبز الكعك الكسكسي والمعكرونا الزيوت النباتية كزيت الزيتون مصدر حيواني العسل الحليب ومشتقاته اليغرد والجبن البيض اللحوم بأنواعها وكافة مشتقاتها كالنقانق والأسماك والحلزون أكون وجبة غذائية مصدرها نباتي وأخرى مصدرها حيواني الإجابة الإجابة وجبة غذائية مصدرها نباتي كسكسي زائد سلطة زائد خبز زائد غلال زائد عصير وجبة غذائية مصدرها حيواني سمك زائد بيض زائد عسل زائد حليب هل يمكن الاقتصار على إحداها أثناء التغذية؟ علل جوابك لا لا يمكن الاقتصار على إحداها فقط لأنه للحصول على وجبة صحية متوازنة يجب أن نأكل غذاء متنوع المصادر منه نباتي وبعضه حيواني للحصول على بنية جسم سليم فعند حدوث أي نقص في التغذية فإن الجسم يفتقد المناعة وتطول أعراض المرض ثانياً الإشكالية قال رمزي لصديقته تساهم الأغذية الحيوانية في نمو الجسم كما تمده بالطاقة وهذا ما يجعلها أكثر أهمية من الأغذية النباتية هل توافق رمزي؟ علل جوابك ثالثاً أعبر عبر عن رأيك فيما قاله رمزي الإجابة لا لا أوافق رمزي فيما قاله لأن الإنسان ككل الكائنات الحية الأخرى يحتاج إلى الغذاء كي يبقى على قيد الحياة وهو ضروري لتوفير الطاقة من أجل القيام بأي نشاط وتوفير الدفء وضروري لمقاومة المرض والعدوى ولصيانة وترميم ما يتلف من خلايا الجسم وأنسجته المختلفة يجب أن نحرص على تنويع مصادر الوجبات الغذائية رابعاً أتثبت هذه مجموعة من الأغذية ابحث عن وظيفة كل منها الإجابة الحليب والعسل يحتوي الحليب على العديد من العناصر الأساسية التي تعتبر مهمة لجسم الإنسان وأهمها الكالسيوم والذي يعمل على تقوية عظام الجسم والحفاظ على الأسنان وبناء الأنسجة العضلية كما تعمل السعرات الحرارية التي يوفرها العسل على مد الجسم بالطاقة اللحوم والبيض من أهم المصادر التي تزود أجسامنا بالبروتينات حيث يمد الجسم بحوالي 60% من احتياجاته اليومية من البروتينات كما أنه يحتوي على كمية عالية من السلانيوم الذي يحارب الشيخوخة ويقوي الجهاز المناعي يقي الإنسان من الإصابة بمرض الأنيمة فقر الدم لاحتوائه على كمية كبيرة من الحديد وهو مصدر أساسي لفيتامين 12B الذي يقوي الأعصاب ويكون خلايا الدم الحمراء يقي من مرض هشاشة العظام لاحتوائه على فيتامين 2B هي مصادر أساسية في الغذاء اليومي تحتوي على الفيتامينات القيمة التي لها فوائد كثيرة لصحة الإنسان فما إن كان الإنسان يريد الحصول على فوائد الخضروات يجب عليه أكلها طازجة أما الغلال فهي مليئة بالمياه المنعشة وغنية بالفيتامينات القيمة للطاقة والنشاط سمي ثلاثة أكلات تفضلها الإجابة من بين الأكلات التي أفضلها الماكرونة، السمك المشوي والأرز أذكر مصدر الأغذية التي تتكون منها كل أكلة الإجابة الماكرونة والأرز مصدرها نباتي والسمك حيواني يختلف العشاء الذي تقدمه لك أمك عن الغداء لماذا؟ الإجابة تنوع أمي وجبة الغداء والعشاء كي توفر لنا سعيرات حرارية كافية لمتطلبات الجسم وتأمين وجبة صحية متوازنة ففي الغداء تكون الوجبة غنية بالأغذية التي تمد الجسم بالطاقة والنمو لمزاولة الأنشطة اليومية أما وجبة العشاء فتكون غنية بالفايتامينات والتي تحمي الجسم من الأمراض